اشتركوا في القناة كان سامي يتولي لساعات باحثا عن الماء لكن لم يجد شيئا كان يشعر بالعطش الشديد والتعب تماما كما كان على وشك الاستسلام رئى أوليفر يطير في سماء المنطقة فكر سامي في نفسه ربما يعرف أوليفر أين توجد المياه سأطلب منه المساعدة لذلك نادى على أوليفر عفوا أوليفر هل تعرف أين توجد المياه؟ لقد كنت أبحث عنها لكن لا يمكن للأثور على أي منها سمع أوليفر مكالمة سامي طار ليرى ما هو الخطأ قال أوه سامي أعرف أين الماء اتبعني وبهذا طار أوليفر وكان سامي يتبعه قريبا طاروا فوق الغابة وسرعان ما وصلوا إلى بكعة مخفية بجوار النهر حيث كانت المياه لا تزال تتدفك كان سامي سعيدا جدا وممتنا شكر أوليفر وبدأ في شرب الماء البارد النظيف بعد أن امتلن كلاهما من الماء سأل سامي أوليفر عما إذا كان يرغب في استكشاف الغابة معه لم يكن أوليفر يتجولي في الغابة من قبل وكان متحمسا للذهاب مع سامي أثناء سيرهم أظهر سامي لأوليفر جميع النباتات والأشجار المختلفة في الغابة كان أوليفر مفتونا بالألوان والأشكال المختلفة للأوراق والأخصان كما أظهر سامي لأوليفر بعض الحيوانات الأخرى التي عاشت في الغابة مثل الأرانم والسناجب كان أوليفر مندهشا من عدد الحيوانات المختلفة الموجودة وبينما كانوا يمشون صادفوا جدولا أغلقتها الأخصان الساقطة عرف أوليفر أنه يستطيع التحليق فوق الأخصان ورؤية ما كان على الجانب الآخر لكن سامي كان أكبر من أن يكفز فوقها كان لدى أوليفر فكرة فقال لسامي دعني أساعدك سأطير أرمى الذي يوجد على الجانب الآخر وبعد ذلك سأخبرك بكيفية المرور كان سامي سعيدا جدا لدرجة أن أوليفر أراد مساعدته طار أوليفر فوق الأخصان ورئى أنه كان هناك مرج جميل على الجانب الآخر عادوا أخبر سامي كيف يمر عبر الفروع تمكن سامي من اجتيازها واستمتع كلاهما بالمرج الجميل معا بينما استمروا في استكشاف الغابة صاد فوتلة شديدة للحدار لم يتمكن سامي من تسلكها عرض أوليفر المساعدة مرة أخرى هذه المرة طار إلى الأعلى ثم عاد إلى الأسفل ليخبر سامي كيف يتسلكها تمكن سامي من تسلك التل واستمتعوا بالمنظر الجميل معا بعد يوم طويل من الاستكشاف عاد أوليفر وسامي إلى النهر كما قالوا وداعا شكر أوليفر سامي على عرض الغابة له وشكر سامي أوليفر لمساعدته في العثور على الماء لإظهاره كيفية عبور الفروع والتل منذ ذلك اليوم فصاعدا كان أوليفر وسامي أفضل الأصدقاء استكشفوا الغابة معا نساعدوا بعضهم البعض كلمة نحتاجها أحدهم كانوا سعداء ممتنين لشركة بعضهم البعض صداقتهم وهكذا أيها الأطفال تذكر أن الأصدقاء يأتون بجميع الأشكال والأحجام وأن مساعد الآخرين دائما شيء جيد يجب القيام به النهاية